السؤال التاني بتاع حضرتك انه بنت حضرتك الشفاه العلي عندها فيها مشكلة زي ما يكون فيها شق فبتقول انه بيتنمروا عليها فهي عايزين يعمل لها حاجة تجميلية سواء بالحق او عملية التجميل لكن هم خايفين من الامر ده لا مانع في ذلك سواء احنا هنعالجها او عن طريق التجميل ولرفع الضرر حتى لو كان الضرر ده هي حاجة خلقية عملا لضرر نفسي والنبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل عرفجة الصحابي عرفجة ابن اسعد قطعت انفه في حرب من حروب الجاهلية في حرب كلاب منطقة كده يعني كان تمت دارد فيها الحرب فقطعت انفه فهو وضع انف من فضة من ورق فالفضة انتنت عليه اظهرت رائحة سيئة فلما النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك عليه ادنى له بان يتخذ انفا من ذهب لانه الذهب لا يحدث رائح برغم ان الذهب محرم على الرجال لكن ادنى له النبي عليه الصلاة والسلام لضرورة احتياج الرجل الى وجود انفى عشان ما يبقاش فيه ضرر نفسي المهم قبل ما ناخد اجراء الحق او العملية اجراء العملية نسأل بس اهل الاختصاص عشان ما نحطاش في مشكلة اكبر الحقنا افضل ولا العملية افضل لازم الانسان يستعلم كويس قبل ما ياخد القرار مع انه يستعن بالله بدعاء الاستخارة نتوجه دعاء الاستخارة دعاء استعانة دعاء الاستخارة دعاء استعانة من الاذكار الواردة عن حضرة رسول الله عيسى والسلام في مسألة الدعاء في كل شيء الانسان مقبل عليه وما بينتظرش الانسان يشوف رؤية او خلافه كل دي من الامور التي يستأنس بها ولا يبني عليها قرار هو بياخد بكل الاسباب ويدعو الله بدعاء الاستخارة ان يهيئ له الصالح فهو دعاء استعانة